مرحبا كيف حالكم اليوم ان شاء الله راح نشرح محادرة من المحاضرات فانجال انفكشن سرع اني اتخهر لا 제가 아ные구나 سنصنفها لـ Superficial سنصنفها لـ Coutainous سنصنفها لـ Subcutaneous Infections اعتماداً على الـ Epidomeonology سنصنفها لـ Endemic وليه هي Cannes Systemic وليه هي عادةً بتصيب الناس اللي بيكون عندهم ضعف بالمنعة سنبدأ أول إشي اللي هما بالـ Anatomy أول إشي رح نتحدث عن سواء Skin أو Subcutaneous Mycosis هلا أول واحدة اللي نتحدث عنها سوبر فيشي الـ Mycosis السوبر فيشر مايكوسز هون بتيجي عندي هاي الفانغس وبس بتصيب عادة اللي هي الطبقة الخارجية من الجلد تمام بتصيب بس الطبقة الخارجية من الجلد من دوما تعمل اي 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 اي من دوما تعمل اي فبالتالي هون بتصيب بس شو بس بتصيب الطبقة الخارجية من اللي اسكني هي الستراتم كورنيا تمام فهون بيكون تبقى الوزهر اي احريكا اي مصري اي مصري اي اخريكا اخريكا أبيض. ولو انت كشخص أبيض حيصير في عندك بردو ايش بقعة مغيري للونك فبكون لها ايش أسمر شوي تمام فبكون لها ايش انت أبيض وهي البقعة أسمر. العادة مين بسببها بيسببها اشي من سميه الي هي الماليسيسيزيا فيرفر عادة هلأ هي عادة المسبب الأكبر هلأ شو ريسك فاكتور زي عادة الماليسيزيزيا فيرفر زي عادة والماليسيسيزيا بشكل عام بيحبه الهوت والهوميديتي ويذر كوندشنز يعني لما بيكون الجو حامي ولما بيكون ب أمر بسببها عندك الرطبة بهذا الجو. يقم بعمل عندك continents Après 來說 على الأصد device طلب كثير تقةير من الأسد وهذا الأسد يذهب بيشتغل على هذا الجو. وعندما يعمل على الميلانو سايد يجب ان يكون لونه افتح من اللون الطبيعي عادة احسن اشي لهاي المالي السيسيزي لما انا بدي اتخصها اول اشي احط هذا لكم افتح المزيد هو الثاني تحت العلاج متابعة منهم دعم تحت الروح وعندها لكتر استخدام المزيد احسن احت كتر افتح كتر افتح المزيد بالنسبة إلها من سميل سباكتتي and meat balls هلأ رح نشوفهم كل آياتهم يعني وعادة لأنه زي ما حكيت لك ما بتعمل للك أي systematic أو symptoms بالتالي أنا بس شغلات كوزماتيكس فبالتالي ممكن أنا يا أما تروح لحالها يا أما أعطيه إشي بس إشي سطحي يعني بس أعطيه مثلا دهون عشان أعالجها لأنه زي ما حكيت لك إشي سطحي على الجلد اللي بعدها اللي هي من سميها الكوتانيوس مايكوسيز هاي الكوتانيوس مايكوسيز عادة رح تسبب إشي من سميه التينيا تمام وهاي التينيا رح تكون من الحوقة بإيش بسافكس تمام اعتمادا على المكان اللي هي بتسببه فمثلا لو رحت سببت والله مثلا على الهيد وعملت هناك مثلا مرض فمن سميها التينيا كبيتس مثلا فهناك رح تعمل مثلا رح نشوفها scaling ورح تعمل عندك permanent hair loss تمام مثلا إذا رحت على الفوت مثلا ممكن تعمل إشي من سميها التينيا تمام تمام سوف نفرق بين هاي و هاي فمثلا هاي مش معدية بينما هاي معدية هاي مثلا بتكون ما فيها حكة هاي فيها حكة تمام يعني منميز بينهم هلا هاي تعملها الدرماتو فايتس عادة و رح نحكي عنهم اكتر و برضو عادة انا ممكن اشوفهم تحت الالترا ساوند انا قاسب تحت المايكروسكوب لما بحط كي او اتش و بشوفهم ازا هاي فيه و رح نحكي اخر واحد عن السبكوتينيوس مايكوسز اللي هي اسمها المايكروتيما او بنسميها المادورا فوت و رح نشوفها اكتر اشي بالفارمار وبتعملها اشي بنسميها المادورولا مايكوتينيوساز و فيه ممكن كمان بالكوتينيوس رح نشوف واحدة بنسميها الكوتينيوس كانديدياساس مع انو الكانديدياساس عادة بتعمل انفكشن سيستيماتيك اقتر لكن مرات ممكن الكانديده الالبي كان تعمل بس على الكوتينيوس طبعا لما بدك كون صبكوتينيوس انت بدك تعمل ايش بدك تعمل دفكت بال Ts werden فانا بديكون في عندك اي مثلا traumatic implantations انا خربت في عندي فبالتالي انا فتت مثلا للبون فتت للجوينت فتت للمسلس لاشي اعمى تمام؟ هلا انبلش اول واحد باول واحد رح نسميها اليه البيترياسيز او التينيا فيرزي كالرز عادة هاي مين بتسببها؟ بتسببها وزي راح الكلام نسبيها الماليسيسيزيا هلا عادة الماليسيسيزيا هادية بتكون لايبوفوليك بمعنى اخر بتحب شو بتحب الليبد والليبد موجودين بالمكان الي هو فيه اويل ومين الي بفرز الاويل عادة استبيشيسيجلاند تمام؟ هاي الاماكن العائلية توجد على السيديات pada sopos mat day تمام؟ فأول اي شيء هام ليبوفوليك فم تحكد عليك بيحبوا ويكونphabet سابقا لحاوله هي عادة يست لكنها ممكن سابقا لحظة لكن هل هي نفسا الشائب ويكون الل göra لان الهيش ياجب alth Glen انه what's happened فانا مثلا جوه جسم الانسان لما تكون ممرضة يست هاي الديمورفك بره عادة بالبرد تكون اذا مولد لكن هاي لا ممكن تكون اذا هاي فيه وممكن تكون اذا يست جوه جسم الانسان مع بعضهم البعض عادة هي نن باتوجينيك لأنها عادة نورمال فلورا تكون موجودة على السكن لكن ممكن تصير باتوجينيك نتيجة عدة شغلات سنحكي عنهم كمان شوي يعني هاته هادي اليست بتكون ناتشرال موجودة على اليهم السكن وممكن تعمل زي ما حكنا التينية فيرزيكلر اما اذا صرف عندك مثلا اوبرغروث اما اذا كسبت مثلا مور فيولانس فاكتر فبالتالي او بعض الفاكتر اللي ممكن مثلا زي ما اذا صار للبيشنت هذا اميوني سافرشن مرات مثلا اذا صرف عنده اكسيس في السويتن ممكن سبب برضه التينية فيرزيكلر تمام تمام فلكن عادة ان هي عبارة عن نورمال فلورا هلا هذه الماليستيزة زي ما حكت لك وممكن تطلعها هاي فيه وممكن تطلعها كأزييست وهي زي ما حكت لك ممكن تكون يا اما باتجينيك يا اما باتجينيك لانو زي ما حكت لك عادة ان هي موجودة اذا نورمال فلورا على السكن لكن نتيجة اما مثلا تسبط förلانس فاكتر عشد اجداد يا اما مثلا صرف عنده اكسيس في سويتنج او مثلا صرف عندك او او اوفيريغرراث بهذا الانديوجولز مع مثلا هدول الفاكترز اللي حكيناهم فممكن بالتالي يصرف عندك تصير باترجونك زي ما حكينا هي لايبوفيلك فبالتالي بتحب الاماكن اللي فيها اويل فبتروح على الاماكن اللي فيها سبيشيسي جلاندد زي مين زي ما حكينا لهم الترنك النك والليحية هلا عادة زي ما حكينا لك هي عبارة عن نورمال كومنس الفلورا بالسكن وحكيت لك من الاول انه هي هاي عادة مش معدية تمام فبالتالي ما بتقدر تنتقل من شخص للتاني فبالتالي لو شخص ايجا عنده التينية فيرزي كلارز ما بخاف منه انه يعديني تمام تمام هلا بالاضافة انه هاي مرات ممكن تعمل عندك skin infections and catheter associated infections يعني ما بحط لهذا المريض كاثيتر فبالتالي ممكن تفوت مع الكاثيتر وتعمل عنده infections تمام تمام زي ما حكيت لك ممكن تروح تعمل infected للسكن اما نتيجة مثلا هي اخذت viral infactor معين او مثلا راحت على abnormal sort زي مثلا ما بدي احط فيه كاثيتر بتفوت وهكذا حكيت لك هي من البداية انها هي بتروح بتصمين اللي هي superficial طبقة من ال skin اللي هي من سميحة stratum corneum وزي ما حكينا بالتالي بما انها superficial بالتالي بما انها مخطلقت اشي بالتالي ما اصار عندي اي tissue destructions ما اصرف عندي اي immune response هل بيجيني المريض باعراض ما بيجيني المريض باعراض فبالتالي بس هي عبارة عن cosmetic reason ما بيجيني المريض باي اعراض حكينا اكتر الاماكن اللي بتتأثر الاماكن اللي بيكون فيها species gland فمثلا trunk, proximal lamp ممكن تكون زي ما حكينا اماكن اللحية الاماكن كمان اللي بتكون معرضة نوعا ما للتعرق هلا عادة ممكن تكون اما ملازيسيزيا فارفر او مثلا ممكن ممكن كمان الجلوبسي بس اكتر اشي الفارفر هاي اكتر واحدة فعنية بتعملها عادة بتكون زي ما حكيت لك risk factors لها اما انه يكون hot او humidity weather وهذا ما بيجيهم عادة اكتر اشي بالاماكن بتكون tropics مثلا او لما بتتعرض لل sun exposure انت اشتعملها بتعملها انت بتسريع عصبتك بهذا الاشي تمام حكيت لك humidity which is hot هي عبارة عن risk factor بتصير مور سيفير حكيت لك اما بلا تكون hyper pigmented بالناس اللي بيكونوا هذا الكاربوكسيريك أسد بيروح بيأثر على الميلانوسايت فبالتالي ش بدو يصرف عندك دي بيجمينتيشنز اليه فمثلا اطلع على هذا الشخص هذا الشخص اسمر مثلا او هذا الشخص فبالتالي صارت البقع عنده بيضة بينما هذا الشخص ابيض بصير البقع عنده ايش لون اسمر هلا مرات هي asymptomatic حكيت لك ما بيكون في عنده حكي وهي حنفرق فيها عن الدرماتوفويتس اللي حيصير في عنده فيها حكي بتكون عادة ماكيولز بقعة لكن هدول مرات الماكيولز بتجمعوا مع بعضهم البعض تمام وبيعملوا عندك هيك زي بقع متصرة وبتكون ايش بتأشر بتعمل ايش بتعمل قشور تمام وزي ما حكيت لك بيقدروا يتجمعوا عشان يعملوا ايش البلاكس كاملة هيك زي ما انت شايف هيك بقعة كاملة كبيرة وبتكون ايش مقشرة نوعا ما تمام زي ما حكينا هنا في عندك بيج وايت براون ماكيولز وبعدين بتجمعوا مع وضهم البعض وعشان يعملوا عندي انا القشور حكيت لك انا عادة الدياجنوسي بدي استخدم انا الوز الترافوليت لايت بجيب هذا الالترافوليت لايت بحطه على مثلا الظهر البيشنس هاد شو بشوف فيه بشوف في زي ما حكيت لك وهذا بيدلني انه هاد البيبول عبارة عن انفكتد يعني هاد البيبول مصبتين يا فيرزي كلرز ممكن انا اروح احطها عادة تحت المايكروسكوب واحط معها الكي او اتش عادة لانه زي ما حكيت لك هاد بقدر استخدوه بكل الفانكس انفكشن تمام تمام هلا زي ما حكيت لك فيه لها أبييرانس كتير مميز من سمير سبجاتي فاي ما انت شايف لانه زي ما حكيت لك هي ممكن تكون موجودة ازاي ياس زائد هايفي تمام فاي هي ياس وهاي عش ياس تمام وكلستر من البودنج ياس لانه زي ما حكينا الياس بتعمل فبالتالي هي بتعمل زي كا انا هكا مع كارونا وهدول الدول الي هانهم عبارة عن عبارة عن اليسيري عامي بدنك هلأ في اشي بنسميه اللي هي الأكناثوسيز نايغريكانز هلأ دائماً اي اشي بنسميه نايغرا عبارة عن اشي معناه بلاك تمام فهي عبارة عن ايش بتكون عبارة عن بلاك كالر تمام بيكون موجود عادة على الناكن الرقبية او تحت الابط مرات ممكن تكون confused مع هاي تيني لكن هاي عادة بتكون موجودة بالناس اللي عندهم اش مقاومة للانسولين تمام وعادة بتكون بعد تايب 2 رح افجيكم صورتها ايثينك كتير منكم شفوها قبل طلعوا كيفي اللي هومي هدول السواد اللي بيكون موجود بمنطقة الناك اللي بيكون موجود بمنطقة الاكزيلا وعادة هاي بتدري انو انا المريض عندي بيعاني من مقاومة انسولين هلا عادة من التريتماد زي ما حكيت لك انا بالنسبة لي عم بتتعامل مع اشي ايش مع اشي سيبرفيشيل فبالتالي ما رح اعطي اشي كتير ممكن اول اشي تروح لحالها فبالتالي ما احتاج اعطيه ولا اشي ممكن انا اعطي اشي بس خارجي تمام يعني بس اشي على الجد فممكن اعطي اشي انا توبيكال ازول كريم يدهنوا ع هاي المناطق ممكن اعطيه شامبو مثلا لا اذا كان في عنده سيفير كاسوس مثلا ممكن اعطيه مرات اذا كانت كتير سيفير اعطيه اش اولا الازول يعني اخليه يبلع ازول بدل ما ياخد هاد التوبكال ازول لكن المشكلة انو يعني ممكن يجيني هلا مسلا انا اعطي هذا المريض العلاج او ممكن يروح لحاله زي ما حكينا سبونتينيوسلي يرجع للمريض بعد فترامب يعلم لنفس المشكلة هلا في شغلة تانية ما نسميها السيبوريك ديرماتايتس هلا هاي وجدوا انو في عندك ريليشنشب بتوين هاي الماليستيزيا فيرفر وهاي السيبوريك ديرماتايتس لكن تذكروا كوخ حكا انو لازم يكون في عندك اربع نظريات عشان تثبت اللي هي انو مثلا هاد المايكرو أورجنزم بسبب هذا المرض لكن بقولك احنا وجدنا انو فعليا لما هذا المريض بيكون مصاب بي الماليستيزيا فيرفر ترتفع النسبة انو يكون مصاب مثلا بسيبوريك ديرماتايتس وهاي عادة المالتفون منها المالتفون منها انو يكون اللي هي اشرة الراس الموجودة عندك تمام اللي هي عادة افرجيك صورتها اللي بيكتوح عبارة عن الليجنز ريت وبتكون مغطية بالسكالز الموجودة عندك بتكون اتشنج عادة وزي ما حكينا بيكون فيه لها علاقة مع الماليستيزيا فيرفر وهدول البيشنز اللي اعطيتهم انا ازول مثلا او شامبو في ازول كتير بتحسنوا فهل هي فيه ريليشنشيب لكن هل فيه علاقة انو والله هاي الماليستيزيا فيرفر هي اللي بتسببها لا لانو انا ما فيش عندي الاربع شروط اللي طلبهم كخ انو ليحكيلك انو انا والله العلاقة السببية بين مايكرو أورجنزم ومرض مش موجودين عندي الاربعة لكن انا في عندي علاقة لانو زي ما حكيت لكي ممكن لما بتكون موجودة عندها هاند سبب او ايد بانها تعمل هاي الديرماتايتس ولو ما بعطوهم انا ازول بتحسن على المريض هلأ هاي هاي سورتها هاي هاي طلعو بتكون سكالب كيف بيكون لانها احمر بيكون عليها هدولة الجريزي والاشرة زي ما احنا شايفينه بتكون هاي كزي مقاشرة هاي هاي عادتا مرات اصم برضو بخربطوها مع الاكني ومرات يكونوا يعالجوها برضو لل اكني لكن بيكتشفوا انه هي اصل بالاخرى مش اكني والقاتو بكدير متعتززيكي انها اجزيما تمام عندها برضو relationship مع التينيا هيك ما نكون خلصنا اول واحدة اللي هي superficial ثاني واحدة اللي نحن نحك عنها مين اللي هي الكوتانيوس الكوتانيوس عادة شو بعمل بعمل عندك اشي منسميه ringworm or tinea هلا عادة ان التينيا هاي بتنسميهم تينيا وبيكون متبوعة بسافيكس لكن لا تخربط بين التينيا فيرزيكالر تمام تمام هلا هاي عادة بديو عملها اشي منسمي dermatophyte هلا dermatophyte هي عبارة فانجاي بتعمل infected للكيريتينايس تيشو تمام الكيريتينايس تيشو اللي هم الهير النايل والسكن يعني 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 هي بلشت تتغمق شوي هدي كانت بس مين بس الطبقة السوبرفيشيال هاي انا بلشت اغمق شوي فبالتالي انا هون بصرفي عندي تيشو ديستركشن و بصرفي عندي فبالتالي ممكن يجيني المريض بحكة تمام ممكن يجيني المريض بسامتمز فبالتالي هدا المريض بيجيني بايش بيتشي بيقولي انا بيحكني هدا الاشي تمام والفكرة انه هي هاي ما بتقدر تنتشر لاماكن اعمى تمام يعني ما بيجيني المريض عنده systemic symptoms تمام لانه زي ما حكيتك خلص هي بس برضو على ال skin ال hair and nose بس الكيريتينايس تيشو هلا هي عبارة عن ترايكو فيتون او المايكرو سبوريوم او الايبيديمي فيتون تمام تمام هاي برضو risk factor مثلا ممكن يكون عندك perfused sweating او مثلا الوبستي او وزي ما حكيت لك اعتمادا على المكان اللي بتروح بتعمله مننا نحط لها ايش السفكس تاعها هلا هاي عادة ال انفكشنز طب من وين بتجيني هاي الانفكشنز بتجيني ممكن من ثلاث اماكن اما بتجيني من ال انا مثلا شخص مصفية يعني هاي اول فريق بدي احكي لك يا عن التيني هاي معدية يعني مثلا انت كبيرسنز ممكن تنقلها لبيرسنز تاني تمام فهي هاي معدية فمن سميها انترو فيلك تمام وهاي حتكون اكتر فورم سيفير و بدها تكون الركرانسي تاعها عالي و بدها تكون كرونيك تاني واحدة ممكن تنتقلك ايش زوفيلك من الحيوانات تمام ثالث واحدة ممكن تنتقلك اما ايش بدا تنتقلك اما مثلا من التربة فمن سميها الجيوفيلي او ممكن تنتقلك من شخص تاني مثلا شركته نفس الاكل مثلا بالجام او عيكم نفسها عادة بيكون عندهم مور اكيوت فورم مقرنة بالانترو فيلك اللي بتمتقل من بيرسنز لبيرسنز تمام تمام اول فريق اللي حكيين عنه اول واحد انه هون بصرف عندي تش ديستركشنز وبصرف عندي اميون ريسمونز فبالتالي بجيني المريض عنده اعراض زي الحكي فبالتالي هي مش بس اشي كوزماتيك ثاني اشي حكيتلك ايها هاي معدية هديك كانت مش معدية تيني فرزيكالاري ثالث فريق حكينا هديك بس على الطبق هاي فاتت اغمأ رحت على الكريتي نايز ليرز فبالتالي ممكن تصيب الهير ممكن تصيب ممكن تصيب النيلز ممكن تصيب الهير النيلز مثلا السكن نفسها وهكذا الانتكت فبالتالي هي عبارة بس الاسكن بتضلها انتكت فبالتالي انا موسط عندي سبكتان يواز تمام حكيتلك برضو بما ان هم التنتين هدول التنتين الهيت والهيوميديتي عبارة عن وبحفظه الانفكشن هاي عادة تنزيم حكيتلك هي عبارة عن تينيا ومعها ايش معها سفكس واعتمادا على السفكس اعتمادا على المكان بتروح تعمله الانفكشن فمثلا رو رحت على الاجر منسميها تينيا بيديس او منسميها القدم الرياضية تمام هل رح خذكنا اكتر هلأ تراحت على اماكن هيرلس منسريها التينيا كورباري او اذا كانت عبارة عن هير سكن منسميها التينيا بربي او ازة زراحت على اماكن اللي هم مثلها زي ميديا الي ثاي منسميها التينيا كورئس هلأ اذا رحت على الهيد رح تعمل من سميها التينيا كإبيتس نحنا legacy اوزه اتناRY بأينتك لن How are excess جرست فأينش منها التينيا Horcumoniums أو من سميها يا الآن تطلع على الصور منيح تسميها تينيا كرورس و زراحة على السكالب تسميها تينيا كابيتس وهو عادة الموز سيبير وتترك مكانها اش بلاك دوتس و زراحة على النايل تسميها الونيكو مايكوساس عادة بصير النايل بريتل وبصير يلو بريتل معناها انه سهل ينكسر وبصير يلو يلو و معها تكون اش بانلس سوف أعطيكم صورتها يس هاي تطلع الفرع اول اشي لولو يلو تاني اشي هو بيكون كتير سهل ينكسر لانه بصير في عندك انفصال النايل على النايل بيت و مقارنة هاي بالطبيعي و بيكون بانلس عادة هلا الكلينيكو البيتشرز انا حكيت لك اول اشي اسمها رينج وارم فبالتالي انا بدها تكون تشبه اشي يسميه رينج وارم بتكون هيك عبارة عن رينج وبتكون الاطراف هيك محمرة و شوي اشي يسميه رينج وارم لكن زي ما حكيت لك عادة هي عبارة عن ايش لو نيجي نتحدث عن مين عن التينيا كوربورس اللي بتصيب عبارة عن الهيرلس ريجنز عادة و عادة ممكن تكون على الترنك مثلا اي اماكن ما فيها هير هاي عادة بتكون زي ما حكيت لك من الاول هي عبارة عن اشي بيكون الراشاد بيكون عبارة عن شبه الرينج و بيكون هيك اطرافه هيك مرتفعات و محمرات وبالنص بتلاقي هيك اشي زي لون الجلد عادي تمام؟ هاي سبب التسمية هلا حكيت لك ممكن تروح تعمل عندك هيرلوس و بيكون بريميننت يعني خلاص بيضل دايما و بيكون بترك ولا بلاك دوت ممكن يعمل هي اليالو بريتل نيز بتكون بينلس هلا عادة تنديفرنشي الدياغنوز ثاني ممكن افكر فيها ممكن افكر بأكزيما ممكن افكر بسوريسي ممكن تعمل برضه كتير مشاكل بالاضافر مثلا بالجلد بهاي الطريقة ممكن تفكر بالامبتيغو الامبتيغو راح تخذوها قدام شوي يا ايما بتعملوا ستاف عادة الامبتيغو افرجيكم صورته الامبتيغو اكتر صور راح تشوفوها شهيري الو هاد انو ما حتى بصوره يشبهو بالعسل لكن انا بدي اياكم تشوفوها ليهي هاي طلعوا عشان هيك مرات ممكن انت مثلا يختلف عليك الظن انو ممكن اتكد بامبتيغو ممكن تكون اللوبشيا اللي هي اعتقد بالعرب اسمها الذئبة اعتقد هيك اسمها اللي بيكون في عندك هيك منطقة بصور فيها فقدان للشعر مع انو هي هي المنطقة المفروض الطبيعي يكون فيها شعر او مرات من نتيجة دراج ري اكشن هلا هي القدم الرياضية تينيا بيديس وهاي برضو نفس الشي لكنها ليستتها بالمالد فورم منها لكنهاي خلاص صارت سيفير فورم صارت عبارة عنه مثل انها صارت زي كأنها ألسرز او صولز او اشي زي هيك وهون ساقال وسعندك كمبليت لستيشو تاعتك وانا لساعتك شوي بس هون موجود بس بان انتر ديجيتل طلع بين الاصابع هلا عادة انا حكيت لك الدياجنوسيس تاعي ممكن لما بحط كي او اتش هدا لكل الفنجاي ممكن انا اخد عين تير عين تنيل اي اشي ممكن يكون في كريتي نايز لاير عادة لازم اشوف تحت المايكروسكوب اتشوف انا الهاي فيENE ومراتان هناك هدا الهاي في تاعي في عبارة عن سبورز المنتظرس القيام بتكون موجودة هنا ايها الشعرة لو سبورز خارج الشعرة من سمييها الايندو ثريكس ولو كانت داخل لو كانت خارج الشعرة من سميها الاكتيو ثريكس والايندو ثريكس مور سيفير مقارنة بالاكتيو ثريكس كأنا هناك صورة هل تكون هذه النقاط عبارة عن الهير عندما تكون الهير يسمى اندوثريكس عندما تكون الاكتوثريكس عادة سبورز يكون بره الهير شافت يمكن نقوم بعملها كالتشورز على السيبرداز ديكسترز اقاري وهذا الاغار يتركه على اربع اسابيع على درجة تحرارة الغرفة وعندما أطرها تحت الميكروسكوب يسمى اللاكتوفينول كوتوني بلو ستين لتريتمنت برضو أعطي اشي لوكل مثل مايكونازول او ممكن أعطي أورل لانه بالنهاية لا يصبح عندي انفيجنز لاشي ديب اكتر او ممكن أعطي أورل تريبينافاين هايب من ويك لمنث فبالتالي بدي أعمله انا دياغنوز اول اشي باجي أعمله مثل ما حكيت لك الكي او اتش عادة عبارة عن الاشي اللاكتوفينول كوتوني بلو ستين وبقدر أخذ عين من الهير او النيلز اذا كانت افكتد لهذه الأماكن أتشاهدون تحت المايكروسكوب انا حكيت لكم اكتر من الشكل تمام؟ ممكن تكون مايكروسبوريام ممكن تكون تراكو فريتون او ممكن تكون إبيديرمي فريتون هلا عادة اذا كانت إبيديرمي فريتون بدا تكون عبارة عن بايفوركيتد هايب يعني تطلع هاي في عامله بايفوركيشن هاي في عامله بايفوركيشن وهكذا وبدا تكون عبارة او with multiple smooth club shape macrocondia تذكر شو هي القنديا القندية هي عبارة عن الاسكشوال اسبور تاعت الفونغس فلما بتجمع مع بعضها البعض وهيك بتعمل الكلب ممكن نسميها ماكرو كونديا لهيه تولة فورسز هادول هم الماكرو كونديا إذا كانت مايكرو سبوريا بشوفها مغزلية الشكل والثيك تاعها والوالت تاعها ثيك زي ما انت شايف إذا كانت الترايكوفيتون بشوفها زي كيف زي شكل الألم بتكون لارج سموذ ثن وال يعني طلع الوال ثن بينما طلع هون الوال هي طلع الوال ثيك تمام بتكون بينسل شاب يعني بس عليك انك تحفظهم هلأ مرات إذا كان في عندك Haha من تمكن الحطوات العديدة ومصحة أجل الجسم على هايبر سينسيتفيتى لهذا المكن في ستاعتك وإن نقوم بإرينيس ومن ثم من إحمرار ومأكيولز بالإضافة للرينج وارم لجنز فصلا يصير فيها إرينيس لجسم عم بتفاعل زيادة لنصر نسميها درماتوفاايد بدلا نسميها درماتوفايتاد ما نضيف لها الأدناد حكينا عن هاي الإجزاميناشنز اللي بعدها اللي هي مين اللي هي عبارة عن السبكوتانيوس يعني أنا هنا فعليا إيش فتت على إيش إيش أغمى تمام يعني أنا خلص خلص السوبرفيشيال خلصت بعده هلا أنا نيجي على إيش نسميها المايكي توما تمام تمام هلا المايكي توما عادة هي عبارة عن كرونيك انفكشنز بالسكن وبالسوفت تيشو بتسببها الفانجاي وممكن مرة تسببها البكتيريا فإذا سببتها فانجاي بنسميها الإيو مايوسايتاما وإذا سببتها بكتيريا بنسميها اللي هي الأسيتنا مايوسايتاما تمام عادة بتأثر على الأور إكستريمتيز وهاي عادة برضو عفكرة بتكون إندميك بتكون موجودة أكتر بالأماكن تروبيكال أو سبيتروبيكال آريا تمام هلا هاي عادتها بنسميها اللي هي الفارمر ديزيز تمام يعني عادة بتصيب الناس إنهم زي فارمر أو بهذا الشغل تمام فإنال الناس يجد أولئة هذه السرعة يجب ان تكون موجودة بالدكاينج فيجيتشن علم الناس يجب ان تقوم بإجراء بعدها لم يقوم بإجراء المشكلة يجب ان تقوم بإجراء المشكلة يجب أن تنبقوا الناس يجب ان تقوم بإجراهم وبالتالي نتيجة كمان وهم بمشو يصير عندهم اي امتلنتيشنز واند مثلا ويوصم مثلا لا اشي اعمى اغمى فبالتالي يصرف عنده هادا الاشي ويصرف هادا الاشي على بشاعته عفكرة بالمرة مش مقلم هادا بانلس تخيل والله يعني المهم فعادة هاي الميوسايتوما زي ما حكينا بتفوت على السبكة تانية واستيشو عن طريق تراما بصرف عندي انا دفكت بالابتيريا البرير فبالتالي بقدر يفوت لأماكن اغمى هلأ هاي ايش بيميز هاي البالأول بيكون عباره عن احمر بتبليش الاجر حمرة ومنفوخة بتبليش ايش الاجرام مثلا هاي بتبليش يصيل احمر وبيتبليش هاي متفاخ قدورا بيمكن نوديولز النوديولز بيمكن انطلوب بعدين هاي النوديولز بتعمل فستيرا يرتبط مع بعضها romان وبعدين بنهم الفتحات يفتح على شاخت economics ويبدأ يطلعون فلويد وهذا الفلويد يحتوي على جرانيوز وهذا جرانيوز تكون بلاك وهذا الأشي الذي يساعدني أميز بينها هل هي فانجس و هل هي باكتيريال لأنه مثلا وانا بدي اعمل انها مثلا فايل او بديش احكي لكم هاي لانها اتقل بش معكب طيب اذا الليجن اول اشي بتبلش شرد و سولن بعدان بتبلش تصير عندي نوديوز بتبلش تصير عندي زكي انها ايش بول لايك بعدان هالنوديوز بيعملوا فستيولة مع بعضهم البعض فستيولة تعرفش يعني فستيولة فستيولة زي مش عارفة فستيولة تمام بعدما يعملوا ساينوسز يعني ايه و بعدما ببلش يعملوا أوزنج يعني زي هيك يعملوا اكسجيدات لبرة تمام وبلش يطلعوا هاد الفلويد اللي بيحتوي على الجرانيوز وهي الجرانيوز بتكون بلاك ان كور و زي ما حكيت لك هلا عادة بالبكتيريا اللي اي تنك بيكون لونها يلو هلا هون بلاك بتكون عادة انو فنجل انفكشنز هلا هاي المادورا فوت ما بتعمل انفيدنج لدي برتيشو يعني ما بتوصل عندك عادة على السيستيمتك يعني ما بتروح على اشي ديب عادة للبوم مثلا او هذا المنظر اللي انت شايفه يعني ماشي بس بكوتينيوس ما وسط اشي سيستيم اكتر تمام فبالتالي احنا بنقدر نمييزها عن هاي وبالاضافة كمان السبريد تاعها اقل هديك الاسنتو مايوسيتوم عادة الاسبريد تاعها اكتر ممكن تروح لدي برتيشو اكتر وزي ما حكنا هي عبارة عن هلا الانتيفنجل ممكن تكون كافي طب هدا الشكل شو بديو يوديه طب وهي الخبايص اللي صارت هون من بديو يوديها اكيد لا فبالتالي انا بدي اروح اعمله ايش دعمله بدي اشيل له كل هذا اللي موجود هنا وبدي اعطيه بالاضافة الانتيفنجل تمام حكيتلك هي عبارة عن ايش عبارة عن ديزيز الفارمر هلا حكيتلك اذا سببتها الفنجاي بنسميها الايو ما يسميها مادوريلا هاي مادوريلا هلا عادة بيكون عندك ثرو سيبتات هاي في بشوفها وتكون زي ما حكينا بينلس وبكون عندك بلاكي جرانيولوما هلا اذا سببتها البكتيريا عادة بصير اسمها الاسيتونومايوسيطوما عادة وبسبب هالاسيتونومايوسيز مش عارفة اقرائها صراحة كتير بس هي هاي الاسيتونومايوسيز اليوم عفكرة شفتصرراتها اذبتكم بباتلكم اياها هي عبارة عن وزي ما حكينا بتروح وبتعمل انفيدنج لديبر اكثر بينما هاي ما بتعمل انفيدنج ديبر فالالتالي ما بتعمل سيستيماتيك هلا الكلينيكالبكتير مثل ما حكينا بصرف عندي أنا تروما ممكن بالبداية بصرف عندي هون بوقول لك بيربل ممكن تكون بيربل ممكن تكون مثلا ريت بسكالر بعدين بتصري عبارة عن ايزة زي ما حكينا نيوديوز والنوديوز هادة بيعملوا فيشيلاو بيحتوي على بلاكي جرانيولوز تحت الماكروسكوب اعتماد على لون الجرانيوز انا احدد اذا كانت بلاكفاب اذا كانت ماكروسكوب اذا كانت تحت الماكروسكوب بدي اشوف السباتاتة هايفي ممكن اعملها ألترا كولتشورز على سبيروديز ديكستروز ميديوم عادة برضو ما بدي اشوفها تحت الماكروسكوب هايفي بدي اكون فيها انتر كالري كالميديو سبورز فورميشن سبورز الداخلية فيها كمان الكانديدا الكانديدا فيها برضو عندها هاي الكالميديو سبورز لكن هاي بدها تكون انترا كالري بالنص هاي بدها تكون بالتيرمينال تمام التريتمند زي ما حكينا ممكن اعطي انا ميديكال هادول سيستماتيك يعني ممكن اعطيها مثلا الامفتورسن بي هاي منعطيها اي في تمام الكيتوكونازول او الاترا كونازول كلها عطيهم عطيهم سيستمك انتفنجل بعدها بدي اوديه على السيرجري عشان اعملو ايش ديبريتمنت ستاعتي تمام اوكي هلا اللي بعضه حكينا اني انا بصنفهم اعتمادا على الابديمينولوجي لا اما اما اوبورتشناستكس انفكشنز واما لا اندميك انفكشن هلا الابورتشناستكس انفكشنز هم عبارة عن الانفكشنز اللي بدهم يصيبوا الناس اللي بتكون مناعتهم نازلة اما نتيجة مايكروبيوتا مثلا بتكون موجودة عندهم زي الكاندي ده مثلا نحكي انه هي برعا مايكروبيوتا او اشي بجيهم من بره سواء هلا عادة هاد ممكن تعمل ديزيزز كتير سوبرفيشي يعني بس تعمل مثلا سوبرفيشي سكين او ميوكس من برين انفكشن لحد ما توصل مثلا انها تعمل سيستيميك انفكشن الوريغان زي تعملات انفكشن وتعمل الهورد تعمل التوكورديايتس وتعمل مينجز تعمل المينجايتس وهكذا هلا عادة البيشنز لهما ات ريسك عادة اي شخص اميونو كومبريموز بمعنى اخر مثلا شخص او اميوني س فريشنز سواء ايو او ديابيتس او شخص بياخد ميكيشن زي انتيبويتيكس او ستيرويد او ستوتوكس ايجمز او بياخد اميوني سيبريسي ثيرابيه لو كان عامل عبارة عن استيرويد الهورمون مرات بعد الهيمتروجيكال يعني ملغنانس مثلا ملتبل مايلوما مرات مثلا هون بقولك انه اذا كان مثلا عنده إسيدي فور كاونت أليل مثلا تمام فكل هدونا بنعتبرهم إميونو سبريشنط هلا اول انفكشنز رح نحكي عنها بده تكون اللي هي الكانديدياساس هلا رح نحكي اكتر نوع فعليه ممكن يعمل عنا له الكانديدا ألبي كان هلا الكانديدا ألبي كان عادة هو لو انا بحطه فعليا على جرام بدي اصبغه ب جرام فبدي يكون عبارة عن جرام وبدي يكون عبارة عن بدنج يست وبالتالي بممكن يعمل اندي سودوهايفي لا تنسى انه سودوهايفي بيكون عندك فشل البدنج تاع الهايفي تاع اليست انا اسب فبالتالي عملت زي السودوهايفي وبينهم مش عن جد فعادة بتكون عندك هاي الكانديدا فاذا هي عبارة عن من اليست عادة بتكون موجودة بالجي اي تراكت بالجي اي تراكت بالرس باري تراكت والفيميل جيناتالي تراكت خصوصا بالفاجينا فبالتالي هي عبارة عن اندوجينيس انفكشن هاي المكتوب هون هاي مثلا هي موجودة بالأبل بلما بتقيل مناعتك انت كشخص فبالتالي تحتاج من مرض حتى لو انت كنت شخص مناعتك تمام لانها نزلت وتغير مكان لانها نزلت وتغير مكان لانه حكينا عنها بمحاضرة المايكروبيوتا حكينا المايكروبيوتا هي عبارة عن ميكرو أرجنزمس موجودة طبيعيا بمكانه بتكون موفيدة لو تغير مكانها بلتالي هي اي اش ممرضة هلأ هاي ممكن تعمل عندك إيش هاي الكانديدا ممكن تعمل عندك Superficial Infections لكن هاي ممكن تصيرها Predominate لما بتقل مناعتك أنت كشخص فبالتالي بتسبب عندك Opportunistic Infections بمعنى هلأ أنا الكانديدياسس اللي رح أحكي عنها اللي هي عبارة عن ال Infections اللي بتسببها الكانديدا ممكن تصير بأكتر من مكان بالجسم هلأ مثلا لو أنا عم بحكي عن Immunocompetent Individuals بالتالي ممكن يصير في عنده Oral Thrust ممكن يصير في عنده Vaginal Yeast Infections تمام او مثلا ممكن يصير في عنده Infections بأماكن تانية هدا لو كانت مناعته تمام هلأ مثلا المورويتسبرد مثلا Infections بالSystematic Infections ممكن تصير بالمعنى سواء مثلا إذا كان Pre-Maturged Units اذا كان Diabetes اذا كان HIV مثلا Patient تمام هلأ زي ما حكينا السيفيريتي تعيتها بتعتمد على اللوكيشنز داعها فمثلا ممكن تروح تصير بالتفصيل بس وهي مني تعرف انها ممكن تروح تصير من الاسكان لحد ما توصل ممكن تفوت على الدم وتروح توصل على المنجز وتروح توصل على المنجز وتروح توصل على المنجز وتعمل المنجايتس فبالتالي زي ما حكيت لك هي عبارة عن رينج بالسيفيريتي تاعها اعتماد عن اللوكيشنز بدات تروح تصيبه هلأ شو من الPredisposing Factor's ممكن تعمل Candida Infections؟ حكيت لك انو يكون في عندي انا شخص منعته نازل طب من هما اما يكون الشخص مريض ايدز او مريض ضيع بيتس اما يكون بياخد دراجز زي مثلا Prolonged treatments with broad sproxam antibiotics او corticosteroid isoicide او مثلا يكون عندهم disabilities مثلا او الpatients موجود بالICU احنا حطين مثلا عم مثلا نحطو له ادوية معينة او مثلا ان انا بدأ ادخله سواء urinary catheter او vascularized catheter زي مثلا او اذا كان عبارة عن premature infant هدوية عبارة عن الناس اللي بيكون عندهم high risk انوصوهم infected by candida هلأ زي ما احكيت لك هي بتتنوع السفيرتي بتتنوع من skin invasions لحد ما يوصل للsystematic هلأ من skin invasions عادة بدي يكون عندك red weeping lesion بمعنى بدي يكون في عندي انا lesions لونها احمر بدي تكون weeping weeping معناها oozing يعني بيكون فيه بيطلع منها fluid تمام فبالتالي بدي يكون في عندي lesion بدي يكون لونه احمر بدي يكون يطلع منه هيك زي fluid عادة بيأثر على الاماكن اللي بتكون زي فيها فولد وبتكون حامية يعني مثلا زي وان زي مثلا منطقة الاكزيلا منطقة الاكزيلا هي اماكن فولد وبرضو بتكون حامية مثلا الانتر gluteus خصوصا فولد بالاطفال خصوصا اللي هي منطقة اللي بيكون يربصوا حفوضة هاليك المنطقة كتير بيكون عندهم او مثلا بالفيميل مثلا ال inframammary fold تمام؟ under breast فهدول الاماكن عادة بتكون اكتر عرضة من الاهاد اللي هما بتكون عندهم lesion لونها احمر وبتكون تطلع يعني بيكينغ la fluid من جواها عادة بتكون باكتر اشي بالناس اللي بأوبيس لا لا لانه بالتالي الناس الاظبيس الفولد بتكون عندهم اكتر فبالتالي بتكون اكتر بالأوبيس بتكون اكتر بالناس الديابيتك زي ما حكينا ممكن مرة تصرف يوجد مش يسميه stoda diaper rush طيب ماشي الثانية ممكن تروح تعمل إيش؟ انفكشنس بي الماث الثرش عادة اشي باختصال الثرش بتكون عبارة عن ميوكو كوتينيوست كانديدا انفكشن بتتميز انه بصرف عندك white plucks بالأورال كافيتي مرات بصرفها scrubbed off وبالتالي بصرف عندك مرات بصرف عندك مرات ممكن تتطور حتى يصرف عنده يعني مرات ممكن تصرف عندهم loss of taste الى اخرى مرات ممكن تصرف عندهم حتى بين of eating لكن هلا بهم نتعرف انه الى candida alpicans ممكن زي ما حكيت لك تعمل white patches موجودين بالماث من نسميهم oral thrush عادة هدول ممكن يصرف عندك لوقا بلايكيا اللي هي عبارة عن هذا الابيض لوقا معناها ابيض وبالتالي بصرف عندك white plucks موجودة و مرات ممكن تنزل من الماث وتروح تعمل عندك اللي هي candida ocephigitis انه الاستخدام عادة بتصير بالpatients اللي بكونوا immunocompromised دول بيستخدمه عادة انهاليشن الستيرويد فبالتالي انا عادة لما بشوف patient عنده مثلا اسوفيجايتس انه هنا بتوقع انه يكون عادة امميون اكتر مثلا انه شخص عنده القصص امم امم ممكن توصل من الاسوفيجا للستمك وتعمل عندك هلا فولفو الفولفو موجودة اصلا بمنطقة الفجايا والفولفا وتعمل عندك white itchy thick vaginal discharge يعني من معنى اخر بتصير هاي المرة يطلع منها افرازات وهي الافرازات عادة بتكون cotton cheese discharge وبتكون هيكا ثيك نوعا ما وبرضه بتكون common الووانز اللي بيكونوا بيستخدموا anti-biotics او مثلا بيستخدموا اللي هم الانترايوتيران اللي هم الادوات منع الحمل اللي احنا بنحطهم جوه اليوتيروس زي اللولب مثلا او 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 زي ما حكيتك بالبريغنانسي بيعلى عندك الاستروجين الاستروجين بنهاية عبارة عن استيرويدا الهورمون فالفاجائي هي عبارة عن فاجائنا الانفكشن بالكانديدا عادة سواء كانت بريغنانسي او زي كانت اما بريغنانسي او او زي ما حكيت لك بتاخد anti-microbial treatment كلها بتسهل الكانديدا البكانز بيكون عندهم عادة white sticky بيكون اعتقد مش cotton cheese المفروض cottage cheese وبيكون عندهم اريديما بمنطقة الفولفا والفاجائنا نفسها بيكون عندهم حكة وهذا دربي هم تعرفوه ممكن تروح تعمل نيلز انفكشنز برضه النايلز انفكشنز ممكن تعملها عادة بيسموها البرونيكيا اللي هي انه بيكون مثلا هاي الاطفر بصير في عنده هون احمرار وبتكون pain يعني هو نفسه بيشكيك ببين ولما بترمسها انت بصير عنده وجه هاي من سميها tenderness اللي هو الوجه عند اللمس هاي عادة بتصير بالناس مثلا اللي كثير بتعرضوا للواي اللي هم كثير مثلا بيغسلوا صحون بتكون عبارة عن painful هنا كانت painful بس اعتقد انه هي pain painful خطر باني painless اذا هي painful بتكون redness بتكون حمرة بتوجه بالنايل فوض ويكون فيها thickening مرات ما اسميها البرونيكيا ممكن تصل مع البكتيريا الانفكشنز كثير بعدين ممكن تروح توصل لدم وتعمل عندك sypsis ومن الدم تروح توصل للهارت تعمل endocarditis وممكن توصل على منيجوس وتعمل منيجويتس هاي بتصير عادة بالdiابيتك patient ولاحظ انه اغلبهم حكيانا بصيروا بمرضى الديابيتس طيب حكيانا هون هاي حكيناها برضو هلا هون بحكيلك البرونيكيا اللي هي الانفلميشنز اللي بتصير بالنايل عادة ممكن نتيجتي تراما وممكن نتيجتي انفكشن مثلا زي اذا كانت فانغس عادة بتكون painful لما انت بتلمسها فبالتالي هي tenderness هلا ازا سيسمك زي ما حكينا بتفوت على البلد فبالتالي ممكن تعمل endocarditis او منيجويتس هلا بها هدول الصور بفرجيك ايش انه هلا تدعى هن اكتر هن هذه مور سيفير هل تسميها sodomembrane تطلع زي كأنه في عندك ممبرين تاني فوق اللسان بكون عبارة عن يكون هذا مثل انت تحس عبارة عن ممبرين مش حقيقي هيك متكون فوقها هذه مثلا زي ما حكينا العادة الانفنتس اللي بلبسه مثلا حفوظه لسه بمنطقة الانفراغلوتينز فوض عادةً بيعمل عندك هذا المنظر ويمكن هذا البيبي حكي المنطقة وحط ايضاية بتمه مثلا فطلعت هاي حوالين تمه تمام؟ هذه هي البرونيكيا سري طيب هلا كيف اميز انه هي هلا هي مش مش مثلا راش بطلع من الحفوظه لا هي عبارة مثلا اما ممكن تكون يست او ممكن تكون سريساس ممكن تكون امبيتيغا وبالتالي هي مش عبارة عن راش جاييني من الحفوظه هلا في اشي منسميه هونه كما احنا شايفينها هاي هاي منسميها الكانديدا فنجر ويب ارجن هاي عادةً عبارة بتكون بمرضة الديابيتس بتكون اكتر برضه بالأوبيس وعادةً هي عبارة عن اكيوبشنال هازارد يعني الناس اللي بيكون مثلا كتير بيشتغلوا بكوك او مثلا بالومن اللي بيكون مثلا بيشتغلوا بيشتغلوا بشو ويشتغلوا بشو كتير كوك فبالتالي هي عبارة عن كانديدا انفكشنز بتكون بين الاصابع بيكون اكتر اشي بعد الناس اللي بيشتغلوا بالمي الحارة فبالتالي هي عبارة عن اشي اكيوبشنال هازارد تمام؟ اكيوبشنال هازارد يعني الها علاقة بالاوكيوبشنز داعته كيف عادةً أنا بشخصها اول اشيه؟ ممكن انا اخذ عينة مثلا من السكين ممكن اخذ من الفجاين مثلا او ممكن اخذ من اي ميوكس مابرين مثلا زي سواب وممكن انا هون زي ما حكينا بتكون عادةً جرام بوزيتف ويكون شكلها اوفل ويكون عبارة عن بودنغ ويكون في عندك اشي السودوهايفي زي ما حكينا ويكون في عندك كونستركتنغ ممكن احطها انا اعملها كولتشورز اما على كورن ميل اجار او على سي دي اي اجار عادةً والكل اني استعيتها حكينا من الاول انو الكانديدا بتكون كتير مميزة بتكون كريمي انكولور المورفلج كما حكينا بتكتلاك انت عندك كما انت شايف بودنغ قد تكون كرام بوزيتف في البالتالي لونها كريمي وعادة انا اعمل اثير تي فرانشياشنز تست اللي هي الشرمي تيوب تست انا حكينا قبل شوى لما حكينا عن شو اسمه احكيو معي لما حكينا عن المايسيتوما حكينا انو المدرر المايسيتوما تست بتعمل اشي من سميه هيد سبورز وسميناها سميناها كالميديو سبورز المترجمات بمثل ان كانري يصبح كاملين ، ونتمج به ؟ فبسكت هذا البرمج قمت on mashup سنتسميها كالاميديو سبورز ستكون عبارة عن كانديدا تكون هناك اليمناء التكوين عادة عن الكورن ميد ومرة لديها بيو كميكي ايكشن لانها كانديدا بتعمل تقرم باكب الكيليكوز والمالتوز وتعمل أسد وغاز بروداكشن فبالتالي ممكن اقدر اميزها عن غيرها فبالتالي هذه الاسبورز اللي بتتكون هدا الجيرمي تيوبز وزي ما حكنا في عندك الكناميديو سبورز اللي بتتكون عندك بالنهاية بالنهاية الهايفي عادة وهاي مميزة إلها عادة نيتريتمنت اعتمادا مثلا اذا كانت أور وفرنجة ممكن انا اعطي ايش اللي هي النسة تنز او ايش لفلوكنازول عادة هنال او اذا كانت برضو سكان بعطي ايش عبارة عن النسرة ايش ايوالي ، وليس بحب مهي لكن الريس بالك انت أتحدث عن الكانديدا الكانديدا هي عبارة عن اندوجينيوس انفكشن لأن الكانديدا هي عبارة عن الكريبتوككاس انيو فورمانس وهو عبارة عن ايوالي لكن هذه الفرق ليس نورمال فلورا موجودة لديك في الجسم و الفرق بهاي كمان اللي هي الكريبتو كوكاسي نيو فورمانس بتعمل مرض نسمي الكريبتو كوكوسيز عادة هاي الباتوجينيكيست الوحيدة اللي عندها كابسول مع انه ما اسمها كابسولي تتفركز انه هي عبارة عن الباتوجينيكيست اللي فيها كابسولي الوحيدة لانه الكابسول هي عبارة بتقدر تعمل ايش وتقدر تخطجي هذه المناعة تمام هاي عادة انها تعمل انفكشنز بالناس اللي بيكون عندهم ايدز او بيكونوا كانسر او بيكونوا مرضى ايش ديابيتك تمام عادة بيجوا من اللي بيعمل بالسويل مثلا او حوالين مثلا يعني ايها علاقة بالتيور تمام يعني عشان هيك رح نجوف الدياغنوزز تعنا ممكن نستخدم اشياء كالشير علاقة بالتيور تمام تمام هلا عادة هاي بتعمل انفكشنز للنج فبالتالي بيكون الفيشنز عنده كرونيك بروداكتف كاف يعني كاف عنده كحة بروداكتف يعني بيطلع معها بلغم وبيكون عنده حرارة وبيكون عنده لانج نوديوز تمام اللانج نوديوز ستاعته يعني بتلاقي في عنده هيك لو بتشوفها مثلا بتطور اللانج ستاعته بتلاقي فيها زي نوديوز تمام وهاي عادة عن طريق انك انت بتعمل انه تعمل انه لهاي سبورز او الكونيديا تعيتها تمام بس مشكلتها انه برضو مش بس باللانج ممكن تروح توصل للمنجزم ممكن تعمل عندك اشي من سميله لنيورتروبيك تمام فتذكر ان الكريبتو كوكاس نيو فورمس اهم اشي بها ان بتعمل نيورتروبيك فبالتالي ممكن يجيك المريض بشكل اشياء الها علاقة بايش بالنيورولوجيكل اشياء العلاقة بالبريان مش درما ممكن يجيبكم الله بس بب نصبغها لانه زي ما حكينا انه هي عبارة عن كابسولات فبالتالي انا ممكن اصبغها بالانديا انج زي ما حكيت لك انا نيورتروبيك فبالتالي انا بتوصلها لبريان فباخلت عينة سيربر سباينال الفلويد ومصبغها بالانديا انج هاي بتطلع عندك هيك زي حواليها هيك زي شادو تمام انه انا والله في عندي هاي في عندها كابسول لكن مشكلتها انها بتحمل خمسين بالمية مثل يعني في خمسين بالمية ممكن يكون عندهم ممكن تكون قصدي كريبتو كوكاس نيو فورمانس وعندها كابسول وما تطلع هي التجريب تكون عبارة عن اكيبيشان الهزر بالنسب تشغل بلتشور اكثر فبالالتالي ممكن استخدم بيرد سيد اغار ممكن اعمالها عاديا الروتين بلد كيوتشورز يavalentانهم عاديين باخدها كيوتشورز بحط كيوتشورز وممكن اعمل انا اش بي سي ار هلا اللي بعدها اللي هي ايش الاسبراجيلوس اذ awards الاسبراجيلوس هي تعبرا عن فانجن انفكشنز بتسببها الاسبراجيلوس Fumigatus هاي عادة هي المست كومن ولا تنسى انه هاي الاسبراجلس بتعمل عندك زي ما تتذكر زي ما حكينا بتعمل الارجي وبتعمل انفكشن وبتعمل ايش الالفا توكسن وهي الاسبراجلس Fumigatus هي نفسها بتعمل الارجي وبتعمل انفكشن اكتر ناس عرضين انه بيكونوا ايدزوليكيميا وترانس بلانت بيشن لانه زي ما حكينا منعطيهم ادوية تطبيط للمناعة هلأ زي ما حكينا الانفكشنز هاي اللي بتعمل الارجي ممكن تكون هلأ هاي المنفستيشنز بتختلف حسب وين المكان يعني مثلا ازا كانت الانفكشنز ممكن تعمل عندك بس الارجي الكرينايتس ازا مثلا نزلت وعملت مثلا عندك брonchial pulmonary constructionز ممكن تجيك اعرض زي الازمة هلأ ازا نزلت مثلا ازلت على الالفا نفسها ممكن تعمل عندك ايش من سامين اكسترنسيك الارجي كريناتس هلا عادة هادي الانفكشن زي ما حكينا بتصير باللنغ وعادة كيف نتيجة الانهاليشن للمودس بورز تمام هلا عادة بتروح على اللنغ وبتروح بتأثر عادة على الكافيتيز فمثلا تخيل انه انت صار في عندك كافيتيز نتيجة مثلا وجود عندك نومونيا فهاي كتير بتروح بتحب الكافيتيز وتروح هناك تعمل عندهم اشي اش منسميه منسميه الفنج البول او بسموها الاسبارج اللومة هاي برضو ممكن تروح على اي مكان في كافيتيز مثلا بالساينسيز او بالايركنال او بالايليز او بالكونجيكتيفيا بتحب كتير الكافيتيز فبتروح على اي كافيتيز وبتلزق فيها وبتعمل فيها اش انفكشن هلا هنا دكتور حاكي انه الاسبارج اللومة والفنجل بول عبارة عن انفيزف لكن صراحة انا برضو دورت لانه الانفيزف لازم تكون عادة الاسبارج اللوسز يعني مثلا ممكن تكون زي مثلا صرف عندك انت سيبتسيميا وصرف عندك potential involvement لأذر انك اورغانز زي الكوتينيواز مثلا او نيوروجيكال تيشو فهاي هي عادة اللي هي الانفيزف تمام يعني البيشنس اللي بكونوا اتريسك لاني يكون في عندهم انفيزف اسبارجلوسز اللي مثلا بيكون عندهم سيفير نومونيا يعني هلا الفرع بين الفنجل بول مثلا وشو اسمه هاي هلا لما احنا نحكي عن فنجل بول تمام بتكون عندك عبارة انت عن pre-existing cavity نتيجة انه كان مصاب بهذا الاشي فهمين علي يعني مثلا هذا البيشنس كان في عنده pre-existing cavities معينة تمام cavity regions مثلا من previous tuberculosis فاجأ وعمل عنده اسبارجلومة لكن هلا لو كان هو مثلا مصاب هلا مثلا بشو اسمه بالنومونيا مثلا وعمل عنده مثلا الانفيزف اسبارجلوسز يعني وصلت للدم وصرف عنده septicemia او مثلا النومونيا وصرف عنده severe potential involvement to other organs اونا بنسميها الانفيزف فمش عارفة يمكن شو غزو الدكتور بضبط هنا هلا البرونكا بالماني اللي الاجي او الانفيزف اسبارجلوسز عادة ان يعملون نيوكرواتيك نومونيا وانفكسين زي ما حكيت لك ممكن يوصلوا البرين عادة نيولولوجيكال تيشو وممكن يوصلوا عادة الهورت برضو او اي اي اثر اورغان فهونا بالتالي انا اذا وصلوا مثلا هون عادة خصوصا بالبلماني الاسبارجلومة هون انا بدي اعمل لوبكتومي او يعني لما يكون في عندك مثلا انت ماسف هموبتوسز فبالتالي بدك انت تشيل الكافيتي او مرات ممكن شوز اذا ما حكيتك تعمل لوبكتومي انت تشيل لوب من اللونج وبرضو راح اعطيهم ايش اللي هي السيستيماتك اللي هي الايفين اللي هي الامفوتيرسنز بي مع النيستاتن الزايجو مايكوسز عادة اما بيعملها اللي هي مساميها الزايجو مايوسيتس او بيسموها الميكرو مايوسيتس او حكينا احنا عنها باول محاضر انا اكتر ايش بصيب مرضى الديابيتس او بيسموها ايشتال بيسموها راينو سريبرال مايكرو مايكوسز هلا هاي عادة عبارة عن اكتريم ليه ابندانت سابروفيتك بريها عادة بالسويل بالووتر بالاوريجانيك بالديبريز و بالفوت هلا عادة هاي موكلا في عندك الريزوبس او الابسيجيا او الميكر هلا هادلا عادة scholarships ومع shop amazing코 يحدث الأن من على المسائل كي تنبط على المسائل لديك بليفرنت اللوب أبسس وممكن على الكافيرن الساينوس يصبح ثرومبوسيس فهي فعليا عندها كتير مشاكل لعشان البروغنوسيس لكن الدكتور بيقولك انه هي ممكن تعمل الانفيدنج وزي ما حكيت لك ممكن تنتقل للهارت واكتر ايش وزي ما حكيت اكتر ايش بيثرو على مرضى الديابيتس او المال نيوتريشنس عندهم باد بروغنوسيس وعشان هيك تقريبا اغلبهم بيموتوا ما في كتير ناس بتعيش منهم البيشنس اصلا هو عش ما بيعش فترة كتير طويلة الدياجنوسيس عادة عادي طبعا الهوست ديفنس اللي احنا مندفع فيه هو الفاغو سايتوسيس هلا ازا الدياجنوسيس عادة دايريك تسمير بينك انت تعمل ايزوليشنس لهاي المود من الريس بايريتر اسيكريشنس لانه احنا زي ما حكينا لا ما حكينا طيب ما خلص بتاخد عادي عينة من الريس بايريتر اسيكريشنس او ممكن تفوت تاخد خزعة وبتعمل ايزوليشنس للمودة اللي بتكون موجودة فيه هلا عادة هادة زي ما حكينا اكتر اكتر ناس بصيبهم الديابيتس فبالتال بدي اتحكم اكتر اشي بالديابيتس و بدي اعمل انا سيرجري مباشرة و بدي اعطيه برضو الامفوتيرسنس بيه هلا زي ما حكينا عندو بعد بروغنوسيس عفكرة برضو بيعملوا اللي هم بلاك نيوكريتك بلاك نيوكريتك بلاك نيوكريتك المطلقي اي ايه بلاك نيوكريتك وبلاك نيوكريتك ضريقه الآخر بالكامل ديحتجريتك which seems like النifie نيوكريتك يعني استغلاق كبروتوسو عندك نيوكريتك وعادة هاي يعني obligate extracellular فبالتالي انا ما بقدر فعليا عملها كالتشر فبصبغوها عادة بصبغة بسموها كأنه الميثيسيني أماين سيلفرستان لللونج تيشو وبتظهر ازا ديسك يعني ديسك شاب تحت هاي الصبغة فعادة هاي الانفكشنز بتصير برده الناس اللي بيكونوا اميونو كمبرمائيس بيشنز خصوصا الناس اللي بيكونوا ايدز عادة زي ما حكيت لك بتعمل عندهم النوموسيتوسيز نومونيا عبارة عن ليثال نومونيا للأسف وبرضه يعني مرات انا كفدي اخذ العينة ممكن نعمل لهم اشي اشي منسمي البرونكيو اللي بويلر لفاج انه هادا بيشنس ما بيكون قادر تطلع سبيوتم فمروح احنا بنسحب السبيوتم تمام بس انا بروح على اللنج ونسحب السبيوتم منه و ايش بهمني كمان عادة بتميز انك انت زي ما حكيت لك بتشوفه المورفولوجي تاعه بيكون مميز عادة زي ما حكيت لك انه بقدر اعمله كالتشرز عادة انه هو obligate extracellularي بسبك تل اميونو كمبرمائيس بيكون عندهم ادس بيعمل عندك ليثل نومونيا من سميع انترستيشن نوموتايتس عادة الشويس ساعي لتريتمنت معطيه لتريميتروفين سيرفاميكززول عادة هاي تريتمنت ساعهم لاحظ انها مش انتفنجل هلا اخر واحدة اللي هي الاندميك مايكوسيز تمام الاندميك مايكوسيز بتأثر حتى على الناس اللي بتكون اميونو كومبتنت اندفجوز عادة حتى لو كانت صحتك تمام فهي بالتالي بتأثر عليك لانك بتكون باماكن فيها اندميك هذا المرض فبالتالي مثلا ومنا نجي نحكي عن الفن هلا بقولك الاندميك مايكوسيز عادة بتكون عادة دايمورفيك فنجاي برا بالكولد مولد وباليست هيت بالهيت هيت ايست انا اسب فبالبادي بيكونوا ييست لانه البادي اصلا هيت 37 وبرر الجسم بيكونوا هاي فيه على درجة حرارة 22 وهي الانفكشز عادة بتبلش به اللنج لما بتعمل انت انهاليشنز للسبور اولى الكونيديا هلا في عندك عادة فور برايمري سيستيميك مايكوسيز اول واحدة ما سميها الكوكسي دايدومايكوسيز اللي بتسببها الكوكسي دايدوس اميتي هاي عادة بيكون عندها الانيشنزة become sprules الانيشنزة ثلان نتمل اميكيوس استعمل او ماسل و سيمكن ان علظة اللي بكون لهزة في في عندك اليسنزة كابسولاتم لان跟大家 لا 팔�شارجه الانفكش و الممكن تسميها البلاستيشن الثانية where you can find the melnessness and sweaters تقوم بعمل ما يسببها البراجوكسيديوسيس هؤلاء عادة زي ما حكينا بيكونوا بس بأماكن محددة لأنهم اندماك بها هؤلاء كالأماكن مثلا بمكسيكو وبالساوث ونورث افريكا عادة الآن هؤلاء عادة بيكونوا مثلا اسمتماتيك او مالد ويروحوا عادة من دون التريتمين بس جزء من هؤلاء الباستنس ممكن يطوروا بالمانيار ديزيزيز فلما بتاخذ الارسبيريتري ستاخذوا عنهم بتوسع اكتر عادة انهم فاحص زي كيف لتوبركوليروسيس سكين تست ففي عندهم سكين تست برضو بس او بس او ان كان في عندك باس اكسبوجر وما بتعرف متى هادا الانديفجولز جت انفكتد فبالتالي هاي ببضل لك وشن مارك طب انت هل انت انصبت من زمان ولا انت هلأ مصاب ولا متى فبالتالي برضو ما بتعرف انت بزبط ما هادا الانديفجولز انصب ويعطيكم الف عافية